التعليم الإلكتروني تلات أنواع يأما تحويل النظام اللي هو نظام التعليم اللي هو نظامي بمعنى أنه فيه فصول ويقدرها طلبة سواء كان دي مدارس أو قاعات محاضرات أو كده في الجامعات دي اللي أنا كنت أكلم عنه دي الوقت هي المنظومة دي كلها بتم تحويلها إلى منظومة إلكترونية التعليم عن بعد ده لو ما فيش فصول نظامية أنا مثلا واحد في اليابان وعاوزت السلوقة عربية من الجامعة المصرية فبيبقى فيه موقع على الانترنت الموقع ده موجود عليه لمناهج الدراسية موجود عليه بتتحط على نظام بيسموه نظام إدارة التعلم اللي هو الـ LMS ومن خلال النظام ده الطالب بيخش في أي وقت يتعلم ممكن يبقى فيه فصول افتراضية ممكن يبقى فيه فيديو متسجل للمحاضرات ممكن يكون فيه التقاء ما بين الطالب والمدرس من خلال الانترنت سواء عن طريق الإيميل أو عن طريق التشات أو عن طريق الفصول الافتراضية ولكن ما فيش فصول دراسية موجودة بيتم من خلال عملية التعليم ده هو ده التعليم عن بعد فيه تعليم زياتي كمان تعليم زياتي اللي هو المدرس ما بقاش موجود في العملية المناهج بتبقى محضرة وبيتم تعامل الطالب عليها من خلال سي دي أو من خلال الانترنت